هنأ التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وأكدت التنسيقية أن وعي الشعب المصري كان وسيظل دائما جسر العبور لبر الأمان وكلمة السر في إنقاذ الوطن من أي منعطفات قد يتعرض لها على مر الزمن كما أكدت التنسيقية أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت وستظل إنجازا وطنيا مضيئا إن حاز له جموع الشعب المصري للخلاص من الاستعمار وتابعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة